في تطور آخر استيقظت إسرائيل صباح الأثنين على وقع خسائر جديدة حيث استهدف حزب الله بطائرة مسيرة قاعدة لواء غولاني في بنيامينة ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات وعفدت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية بأن 52 جنديا من لواء جولاني لا يزالون في المستشفى ثمانية منهم في حالة حرجة بعد انفجار الطائرة المسيرة تابعة لحزب الله في قاعدتهم في تطور آخر زعم الجيش الإسرائيلي عثوره على عشرات الفتحات لأنفاق تقود إلى بنى تحت الأرض ومواقع تابعة لحزب الله خلال عملياته في جنوب لبنان وقال في بيان له أنه قضى على أكثر من مئات عنصر من حزب الله ودمر عشرات فتحات الأنفاق والبنى التحتية في غارات محددة الأهداف وعمليات برية في جنوب وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخا يدرعي عبر منصة X إنه تم تدمير أكثر من خمسين منصة إطلاق وأكثر من ستين مقرا تابعا لحزب الله بحسب تعبيره وأضاف كشفت القوة الإسرائيلية أيضا عن بنية تحتية بطول حوالي مئة وعشرين مترا وعمق مترين وتقع على بعد نصف كيلو متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية حيث عثر داخل النفق على وسائل استخدمها حزب الله للمكوث هناك لفترة طويلة وتم تدمير هذه البنية وتصعيد إسرائيل حملتها ضد حزب الله بموجات من الغارات الجوية الكثيفة على جميع أنحاء لبنان واشتياحا بري على الحدود بعد عام من تبادل إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر